يو سلام عبد البريقاز هنا هويا بما ان رسميا وبعد عرض فيلم اقوامان 2 في صلاة السينما الدي سي اكستندد يونيفرس قفل ستاره للمرة الاخيرة ناو اذا سألتني انا وش كان انطباعي بهذا اليونيفرس ايه بصراحة كان محبط كان محبط وما اظن الجماعة نفسهم حسوا ان العمل او يعني سلسلة الافلام هذول راح تكون قد كذا تعبانة وبس يعني مخيبة للامال خصوصا لما تبدأ تقارن هذا اليونيفرس بالم سيو ويعني انا عارف ان الام سيو حاليا ما قاعد يعيش افضل حالاته لكن يعني اذا رجعنا لحقبة توني ستارك وكابتن امريكا وش اللي ذول اه يا هم بس كانوا ماسكين السوق وبكامل مخالبهم فيا لكن بعيد عن مارفل لو رجعنا للدي سي اي يو فالجماعة في فترة عرض هذا المشروع نزلوا 16 فيلم ويا انك تقول ان كل فيلم هم نزلوا كان تعبان يعتبر مبالغة لامانة فالي راح نسويه هنا هو تقييم افلام الدي سي اي يو الستعاش ونشوف اذا هم فعلا كانوا زبالة ولا لا طبعا عشان تكونوا في الصورة الدي سي اي يو هم سلسلة الافلام اللي بداها العم زاك سنايدر لتنافس الرجار التقليدي مارفل وهذا العالم بدأ في فيلم مان اوف ستيل في عام 2013 وختم في 2023 باكوامان 2 ويعني من ناحية انا عارف ان افلام باتمان وجوكر اتسوت خلال هذه الفترة لكن الفيلمين ذول مبضمن الدي سي اي يو هذول هذول تسووا كاعمال خاصة وباليونيفرس الخاص فيهم فيا ومدون سابق نظار خلينا نبدأ راح نبدأ ذي القائمة ببداية هذا المشروع مان اوف ستيل بصراحة الفيلم هذا راح اعطيه جيد كان في الكثير من الجزئيات في الفيلم كانت حلوة للامانة وفعلا ادت دورها في قرب شخصية سوبرمان اكثر بكثير من افلامه السابقة وطبعا الرجال دمر الكثير وبصراحة نهاية الفيلم انا اعتبره شوي حوصة وبس صداع لكن الشي الحلو في هذا الجزئية ان الجماعة بالفعل ناقشوا ذول المشاكل وذا الدمار في الفيلم القادم في الفيلم شكل عام كان جيد الفيلم كان عادي بصراحة في الواقع الفيلم كان شوي مخيب للامال وراح اقول لكم ليش اولا الفيلم اتصوق على انه باتمان دلت سوبرمان لكن فعليا وقت عرض ذي المواجهة كانت فقط سبع دقائق فقط سبع دقائق لا وحطه في الحسبان ان في نفس الفترة اللي ذا الفيلم نزل مارفل نزلت فيلم سيفل وور ويا لما تقارن ذول الفيلمين فحرفيا ما في مقارنة المحاور ومشاكل الشخصيات بين توني وستيف كانت افضل بكثير من بروس وكلارك لا واللي امر من ذلك هو سالفة ان السبب ليش العيال ووقفوا النزال هنا هو لان اثنين هم يتشاركون نفس اسم الام بصراحة كل ما اتذكر ذا الفيلم اتذكر ذا المشهد وبصراحة كانت في طرق افضل من انهم يوقفون نزالهم من بس هذه الطريقة هذه الطريقة كانت شوي مخيبة للامالة يا لكن لو استثنينا هذا المحور الفيلم بشكل عام كان عادي كان ويبكل تأكيد قدر يكون افضل لكن يا هذا اللي حصلنا عليه بشكل عام فيلم عادي اللي بعده سووسايد سكواد يا انا ما رح اتعب نفسي بذا الفيلم هو كان زبالا كل شيء من الشخصية المعادية الخايصة الى انطباع جارد ليلو للجوكر الى محور القصة بشكل عام كان سيء يعني هو مرة باين ان الجماعة كانوا يكونون فريق زي غاردينز اف دي غالكسي حق مارفل لكن يا هم اخفقوا من هذه الناحية زبالا التالي واندر وومن بشكل عام ذا الفيلم كان جيد للامانة كانت في قصة تخليك متلصق بالاحداث لفترة اطول المعارك كانت جيدة وواندر وومن نفسها كانت جيدة كشخصية يعني هل قدر يكون افضل نعم كان قدر بس في نهاية الامر الفيلم شكل عام كان عادي الشخصية الشريرة للقصة بس كان بيض ونهائيا ما كان مثير باتمان كان ينكت هنا سوبرمان كان عنده شنب بس في نفس الوقت ما كان عنده شنب واندر وومن بس شكلها نست كيف تمثل ولا شيء انا ما عارف دور نهائيا ما متعوب عليه بشكل عام انت تحس ان الجماعة قصول كثير من الاحداث في الفيلم فالناتج الفيلم تحس انه مقطوع ولا شيء ما ادري بس عموما هو مبس سيء هو بس عادي نكست ااقوامان الفيلم ذا برضو كان جدا عادي والسبب ليش هو عادي هو على طول بعد ما تتفرج هذا الفيلم راح تنساه نهائيا انا ما شفت شيء جديد او فريد في الطاولة وتستغرب من هذا الشيء لان احنا قاعدين نحكي عن ااقوامان هنا الجماعة كان قدروا يستفيدوا بالشخصية بشكل افضل يعني نظرا بان يعني اظن هو اول سوبرهيرو بحري شاهدناه في الشاشة الكبيرة فيا تمنيت لو شفنا اكثر بصراحة لكن يا التالي شزام شزام فيلم جيد للامانة هو فيلم عائلي واظن كل احد راح يستمتع فيه الشخصيات كانوا لطيفين والقصة بشكل عام كانت حلوة اللي بعده بيردزو بري ايه هو كان عادي مشكلة الفيلم ان ما كان فيه شخصيات كثيرة لو استثنين هارلي يعني اللي تدفعك لمشاهدة الفيلم او حتى تهتم بالاحداث اصلا فيا كول واندر وومن ايتي فور اه يا هو كان زبالة في الواقع هذا الفيلم قد يكون فيه قاع زبالة يعني انصح التعبير كل شي عن ذا الفيلم كان زبالة الممثلة اللي بس نست كيف تمثل الشخصيات المعادية اللي نهائيا ما كانوا مثيرين للاهتمام المعارك البايخة معزز بالسي جي اي البيض القصة كانت ضعيفة الفيلم ذا هو في اعتقادي اسوأ فيلم دي سي نزلته حوصة وفوضى كاملة نكست جستس ليج الشنايدر كوت اوكي شكلي انا ما كنت الوحيد اللي ظن الفيلم الاصلي ذا العمل كان سيء الى عادي شريحة كبيرة من المتابعين كانوا مستائل من الفيلم الاصلي وكانوا يطالبون بنسخة الشنايدر كوت طبعا خال فيها صغنونة هنا في البداية زاك سنايدر كان مسؤول عن انتاج فيلم جستس ليج لكن في نص الفيلم المخرج تعرض الى مشاكل عائلية خلينا نقول هو كان يمر بمشاكل شخصية فهو طلب من وونر بودرز يعطوه شوية من الوقت عشان يعالج نفسه ويرجع بقوة لكن دي سي دي سي باختصار قالت له مع نفسك ووردته الباب وعينه شخص ثاني ليتولى المشروع الفيلم مثل ما ذكرت ما كان ناجح لددرجة فوورنر بودرز قررت تعيد نزول هذا الفيلم لكن هذه المرة الفيلم رح ينعرض بنظرة المخرج الاصلي وللأمانة هذا الفيلم كان افضل كان جيد الفيلم قدر يجاوب على كثير من الاسئلة اللي كانت مطروحة في الفيلم الاصلي نعم هو كان طويل لكنه افضل فيا اوكي اللي بعده The Suicide Squad نعم بالنسبة لي هذا الفيلم هو افضل فيلم نزل اذا حكينا عن سلسلة افلام كان ممتع كان مسلي الشخصيات كانوا جدا رائعة خصوصا شخصية جون سينا هارلي وإدريس ألبا القصة كانت ممتعة فيا فيلم جيد جدا بصراحة اللي بعده Black Adam اوف هذا الفيلم كان صعب هو مبسيء لكن دون شك كان قدر يكون افضل نعم اذا حكينا عن الارقام في صلاة السينما فيا الفيلم كان فاشل لكن المعارك كانت جميلة وذراق وبقدر ما كل حد يحب يكرهها هو زاد الحماس أكثر فيا بشكل عام واذا حكينا عن المحور الرئيسي فحنا كنا نبي مواجهة بين Black Adam و Shazam وموب مغامرات ذراق الكونية فلهذا السبب الفيلم كان عادي لكن في عنده ميلان إلى الزبالة كده هو على الحافة لكن فيلم Shazam الثاني فهذا دون شك زبالة وهو زبالة لسببين أولا هو ان القصة بس كانت جدا ضعيفة بصراحة وثانيا العلاقة بين Shazam وبيلي الطفل تحس انها شوي غريبة كده ما في تناسق انت حرفيا ما تحس انهم نفس الشخص ما ادري والله العلاقة كانت جدا غريبة مقارنة بالفيلم الأول ومجددا حنا كنا نبي ولو مشهد واحد ببلاك آدم في هذا الفيلم كده على الأقل يكون في مواجهة أو يا أخي بس ان الشخصيتين بس يلاقوا بعض لكن لا ما حصلنا على شيء بس يعني whatever نكست The Flash أنا بصراحة ما عرف ليش ده الفيلم مقروه كل ده الدرجة على الأقل بالنسبالي الفيلم كان جيد كان جدا ممتع طبعا بعيدا عن مشاكل الموثل خارج الفيلم أنا حسيت انه أدى دور جميل في إنعاش الشخصية إلى الواقع ويا أوكي بلو بيتل بصراحة بلو بيتل الكلام اللي قلت عن فيلم أكوامان ينطبق لهذا الفيلم هو فيلم عادي وبصراحة سهل تنساه هو ما ضاف أي شيء جديد فلذلك الفيلم كان زي أي فيلم سوبرهيرو تقليدي فيا فيلم جدا عادي وأخيرا آكوامان 2 آه يح زبالة هو زبالة لأن هذا هو الفيلم الأخير وما في أي تكملة لهذه السلسلة فيعني إلى حد ما ما في أي فايدة من أنك تشاهد هذا الفيلم العالم هذا بأكمله بس تكانسل والجماعة رح يرجعون لنقطة الصفر وبصراحة قصة الفيلم نفسه كان جدا ضعيف للأمانة فيا زبالة هو بصراحة من المؤسف إن فيلم The Batman و Joker مو بدمن هذا اليونيفورس لأن يا هذول الفيلمين ما يستاهلوا جيد بصراحة هم يستاهلوا الامتياز لكن يا وبكذا هذا هو تقييم النهائي لهذا اليونيفورس لكن أنتم قلولي رأيكم بذول الأفلام هل تؤيدون كلامي ولا تحسوا أني ظلمت فيلم معين اتركوا أراءكم في التعليقات وفي الختام أتمنى أن أعجبكم المقطع ولا تنسوا الدعم بالاشتراك لايك والشير رح يساعدني مرة في موصلة إنتاج المزيد من المحتوى والسلام شكرا